المعتزلة طاقة إسلامية غامعوف بالضبط متى طلعوا ولكنهم هم شخصيا بيدعوا أنهم باجعوا لأهل البيت يعني هم الإسلام الحقيقي والأول حسب كلامهم وفي آئة ثانية بيقول أنهم ضهوا مع واصل ابن عطاء وهو شيخهم مع بداية الخلاف واصل مع شيخهم وهذا موضوع أحنا نحكي عنه بعدين وفي آئة ثانية بيقول أنهم باجعوا لزمن الخلاف بين الصحابة وإسهمهم أصلا المعتزلة عشان هم اعتزلوا المشاكل بين الصحابة هم عقائد المعتزلة فهم كانوا أكثر من يدافع عن الإسلام ضد جميع المخالفين ومع كثرة النقاشات طوّت العقائد تعيتهم وهم عقائدهم الأصول الخمسة وكل من آمن بهاي الأصول الخمسة صام معتزلة الأصل الأول العدل وهو ببساطة أنه ابنه ما بيحب الفساد ولا بيخلق أفعال العباد بل هم بيعملوا الأموة اللي انأموا فيها وهذا من خلال القدر اللي ابنه أعطاهم إياها واكبها فيهم وأنه الله مستحيل يأموا بغياء لكل خياء وأما السيئة نهى عنها التوحيد وهو أنه الله واحد أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصية وما عنده جسم ولا هو شبح ولا هو جثة ولا هو صوا ولا هو لحم ولا هو دم وعلى هذا الأساس كمان نفو مشاهدة الله يوم القيامة فمن إلزام أو إلزامات مشاهدة الله يوم القيامة أنه عنده كيان أو جسد وهما أفضوا هاي الفكهة من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى وكمان بسببه طلعت فكهة خلق القوان وأحنا نحكي عنها كمان شوي الوعد والوعيد يعني ببساطة أنه الله صادق في كلامه لما يوعد بإشي فإللي بيعمل إشي من الكبئة المذكوها بالقوان فهو خالد بالنان إلا إذا تاب أبناه يحمه عشانه وعده بها يحمه والمسامحة يوم القيامة المنزلة بين منزلتين وهون بناجع لواصل ابن عطاء والقصة البساطة بتقول أنه واصل خالف الشيخ تاع وهو الحسن البصري فقال واصل أنه فاعل الكبئة لا مؤمن ولا هو كافى عنده بل هو بين الاثنين إذا تاب دخل الجنة وإذا مات باح النار وعلى هذا الأصل الشخص حتى لو عمل إشي كبئة بظل اسمه مسلم بالدنيا ولكن بالآخر هذا الإشي بخصه مع الله وبعده اعتزل واصل مجلس الحسن البصري والبعض بقول أنه هذا واحد من أسباب اسميتهم بالمعتزلة ولكن بصراحة ما بميل لها الحكي الأما بالمعوف النهي على المنكب وهو واضح من الاسم تاعه وهذا الأصل كان هو السبب الأساسي في حماسهم للدفاع عن الدين وهداية كل المخالفين وكانوا في الأغلب تاريخهم بيستعملوا الحجة والمنطق بهذا الأصل فمن آمن بهذه الأصول الخمسة صاء اسمه معتزلة بل أنا حتى قائد ببعض المصادر الثانية إنه من آمن بالعدل بس صاء معتزلة طريقة المعتزلة بالاستدلال كان الأساس عندهم هو العقل في إثبات العقائد وكانت ثقتهم بالعقل لا حدود لها غابس إحتامهم لأواما الدين وعشان استدلالهم كان الأساس في العقل قالوا إنه الأشياء الكويسة هي بذاتها كويسة والإش العاطل هو بذاته عاطل يعني أبنى مستحيل يؤمن بأي أما عاطل لذاته وقالوا إنه الله لا يصدع عنه إلا ما فيه صلاح فالصلاح واجب له ولا شيء يفعله جلت قداته إلا وهو صالح ويستحيل عليه أن يفعل غياز صالح أما موقفهم من الأحاديث فكانوا لا يقبلون أي حاديث يخالف العقل أو صريح القرآن وحسب بعض المصادر اللقائتها ما كانوا يقبلوا غا خمس أحاديث فقط لنهي اللي صحت عندهم عشان بائهم الأحاديث كلها أحادي يعني لا تخجم عن كونها ظنية الثبوت ولا يمكن البناء عليها أو الأخذ فيها وتاك ما هو أقوى منها وبعضهم لا ما أفض الأحاديث بل أولها بطريقة لا تخالف القرآن ولا السنة وطبعا هذا الاختلاف طويل عائض عشان بعضهم طلع بسببه اكثية مدرس ثانية للمعتزرة وكل المدرسة معتزرية كان لها نظى بموضوع الأحاديث وعشان نختصر الوقت منصح الجميع يارجع المقطع المفصل بقضية الأحاديث بقناتي انتشار فكرة المعتزلة في الخلافة العباسية أكثر إشي والسبب الأساسي في انتشار هذا الفكرة بهذا الوقت كان بسبب أنهم كثيرا انتشاروا خصوم المسلمين وصال نقد الدين منتشى والبعض كان منافق بعمل حاله مسلم بس هو من داخل بطن الكفا عشان يشوه الديانة بعيون المسلمين هنا ظهروا المعتزلة وانتشاروا كانوا هم شوكة بخصوم الإسلام فكان الاستدلال عندهم العقل وعندهم كان جبار جدا هذا الاستدلال وهام نقاش كان بين المعتزلة وخصومهم كان بينهم وبين القديس يوحنا الدمشقي اللي نشرت الفكرة تاعه بين المسلمين وهو بيقول انه المسيح كلمة الله والقوآن كرام الله على هذا الأساس عيسى هو الله الغياء مخلوق عشان هو تلمة الله زي ما بيحكي القوآن قد المعتزلة عليه وقالوا لا القوآن مخلوق قالوا هيك على أي أساس طيب قالوا هيك على أساس واحد من الأصول عندهم اللي هو التوحيد اللي حكينا عنه قبل شوي فهم بنزهوا الله أصلا وبينفوا فكرة انه ابنه بتكلم فهم بيشوفوا انه الكلام الله هو مخلوق وعلى هذا الأساس عيسى مخلوق يعني حتى كلام الله هو خلقه لأنه الله أساسا هم بنزهوا عن فكرة الكلام فهو الله بيخلق الكلام ما بيحكي اتمنى تكون هاي الأشي واضح إنه فعلا أنا هظر الاشي وعلى كل وكان هذا مختصى جداً كبير لفكهة المعتزلة والمصادر المستعملة في هذا الفيديو هي هاي الكتب الحالياً قدامك على الشاشة سلام إذا محتوى يعاجبك وحاسس أنه بستهل الدعم وحابب بالمستقبل أنه يطوى أكثر وإني أنا كمان أقدر استمافي وبتقدر حالياً تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتسايون وطبعاً جميع الإحسابات والآقام حالياً قدامك على الشاشة سلام